ويا مساء الخير ويا مساء العافية ويا مساء النشاط شونكم حبايبي ان شاء الله تكونونوا بخير ويجيتكم اليوم في فيديو جديد اتمنى يعجبكم وتحبوني بس قبل ما نبلش بالفيديو اتمنى تطوني لايك تشتركون بالقناة وفعلون جرس الكل بلشت الفيديو انو ياكم حبيت اطلع واسلم عليكم بذاتي فراح اطبخ شن اليوم فطور راح اسوي تشريب مال دجاج اصفر وراح اسوي 8 عدس وسويت هماتين شوربة واني جاي اطبخ اسوي الفطور مطرت اولي ان شاء الله يا رب المطار خير بس شنو صارت فيضان بنات بحيث الهول مالتنا غرق راح اعوفو لكم التصوير كله بنهاية الفيديو راح اشوفكم طبعا هنانا من جاي اطبخ انا هي بدت كهرباء تطفوه تعتلك يعني بدأ مطار بس مطار مو قوي بس قاموا يطفوهم بالكهرباء ويعلقوها فاثناء ما داء سووا فطور زختها زخة مو طبيعية بالبداية زختها وذبت حالو بس بعدين ختمها رب العالمين انه بقوز قزح جميل يخبر فهنا راح اقل لكم شنو البهارات اللي راح اضيف هيك ازبارة هي الفلفل اسود ونوم بصره ضفت اي بهارات صحيحة اضيفها يد جاج من احمسة على مو ما يبقى بي اي زفر ومثل ما شوفون كهرباء كالساعة تجو تطفي تجو تطفي فهم زين عندي شباتش يدخل ضوافة الحمد لله التصوية ما طلع عندي اضلم اي ثور فولي شنو صاروا ياكم بالمطار يا رب ان شاء الله ما تأذيته وان شاء الله خير وبركة هذا المطار علينا شوفوا هنا بنات اظل احمس بالدجاج لحد ما ينحمس يعني ما اعوفه ما احط الجدر على الطباخ واجي اقعد لا اظل متابعة لقدور مالتي مو يعني حط الاكل واجي اقعد لحد ما يحترق يا الله اقوم لا لا وياويا فهنانا قاموا المي مال التمن يفور راح اضيف التمن والعدس التمن والعدس هان من نقعتهم التمن منقعته قبل ساعة والعدس منقعته قبل نصف ساعة بنات لت نقعون العدس نفس فترة وقت التمن لان العدس في ساعة يستومت للتمن ياخد له وقت خاصة بتمن العدس فمثل ما قلت لكم تنقعون التمن ساعة والعدس تنقعون نص ساعة وخلص مني يفور المي حطت له مليح وضيفين التمن والعدس هواي بنات سئلوني على طبخ تمن العدس هاي طريقتها بنات وهنا طبختها بتمن الواجبة مو تمن هندي لا تمن ما الواجبة طلعت عد الحباي من ثورة نثري يخبل شوفوه نانا هسا راح اغطي نار لا عالية ولا ناصية لحد ما يستوي بعدين ابزلة بالمصفى احنا عائلتي من النوع نحب البازل التمن اذا انتم تحبوه كبس انا ما مجربة يعني طريقة تمن عدس بالكبس اي فكله اسوي بازل انا هاي طريقتي بالتمن فهنا من بعد ما حطيت التمن والعدس خليهن حد ما يستون بعدين شنو راح اضيف راح اضيف صدر الدجاج العفو الكبد مال الدجاج وراح اضيف البوتيته الكبد ليش بنات ما اضفته لي جدام لانت عرفون بساعة يستوي المرد اذا حطه لي جدام لازم احمس الدجاج يلا اضيف الكبد مالته وهنا برشة بوتيته وبرشة الجزار راح اسوي شربة الجزار كل السهلة بنات شربة الجزار شنو سوون تبرشون البوتيته والجزار وسلقونه يعني سلقون البوتيته والجزار وعليه النص قلاصة من العدس وتجين بعدين مني استونت حمسين بصل بالزيت وضيفين الجزار والبوتيته السواتيها والعدس وتخليه نحن مي ثخنين نضيفي لهن شوية شعرية واي توابل انت تحبيها يعني بهارات شربة ما جي انت شنو تحبيه نضيفي هنا بنات بديت اضيف المي على الدجاج على مود اغطي وبعدين ها حضيفهم ماتين توابل مطحونة لانا حتى الاسا ما اضف التوابل مطحونة من اضيف المي على الدجاج يلا اضيف التوابل مطحونة وايدة تكتبولي بالتعليقات وبنات عن الطبخات والاكلات ويحب ان يتعلمين ويحب ان يعني يسون اكلات جديدة فان شاء الله كل من اوهيدش اشرح لكم عن الطبخات انا مو تعرفوها طبعا هو الاكل العراقي كل السهل ما يغادل شي وهسا من بعد ما اضفت المي راح اضيف الكركوم وراح اضيف البهارات الكاري وراح اضيف مكعب ينماجي على مود اغطي واخليه الحد ما يستوي الدجاج وبعدين احط له مليح واطف فيه خلص هاي انا طريقتي بطبخة تشريب الدجاج يطلع لكم قطيب دجاج يخبل ويجنن ويطلع لكم مستوي وما بي اي زفر بس اتبعوا هاي الخطوات وسووا وادعوا لي فهنا شوفوا من بعد ما اخلي المي اخلي بهارات البودر ما اخلي بهارات صحيحة بهارات صحيحة مثل ما قلت لكم ما خليها وقت الحمس وهنا هماتي راح اضيف مكعبين ماجي على مود يطي نكهة كلش طيبة بس دربالكم ما نضيفون ماجي للتشريب لان ماجي بي ملوحة وانتم صيام دربالكم يعني نوب من التجون تحطون ملح حطوا ملح قليل على مود ما يصعد عدكم الضغط يفول اي اشتركوا في القناة 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 حلوب دفعكم يوجد حلوب دفعكم يوجد حلوب دفع حلوب دفع ممي 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 اه ماما هي يعود ممي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة